الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سنتكلم في هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماوات عن علامات تعرف بها اللي قدامك ساحر ولا مساحر إذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات في أحد المعالجين فهو ساحر بلا أدنى ريب وهذه العلامات هي واحد يسأل المريض عن اسمه واسم أمه يأخذ أصار من أصار المريض ثوب منديل فلنه أي شيء أحيانا يطلب حيوان بصفات معينة ليذبحها بيدبحها للجن يعني ولا يذكر اسم الله عليها وربما لطخ بدمه أماكن الألام من المريض أو يرمي به في مكان خرب بيرمها في مكان خرب للجن برضو العفارين أربعة كتابة الطلاصيم خمسة تلاوة العزائم والطلاصيم غير المفهومة ستة اعطاء المريض حجابا يحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام سبعة يأمر المريض بأن يعتزل الناس فطراه معين في غرفة لا تدخلها الشمس ويسميها العم الحجاب تمانية أحيانا يطلب من المريض ألا يمس أحيانا يطلب من المريض ألا يمس ماء لمدة معينة غالبا تكون أربعين يوما وهذه العلامة تدل على أن الجني الذي يخدم الساحر نصراني تسعة يعطي للمريض أشياء يدفنها في الأرض عشرة يعطي للمريض أوراق يحرقها ويتبخر بها حداشر بيتكلم كلام غير مفهوم اتناشر أحيانا يخبر الساحر المريض بإسمه وإسم بلده ومشكلته التي جاء من أجلها تلاتاشر يكتب للمريض حروف مقطوعة في ورقة حجاب أو في طبق من الخزف الأبيض ويأمر المريض بإزابته وشربه فإن علمت أن الرجل ساحرا فإياك والزهاب إليه وإلا ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي علامات الساحر يا أخوانا التلاتاشر اللي يشوف واحد بيعمل حاجة منها يبقى دي ساحر ما يروحلوش دي مش معالج بالقرآن اللي معالج بالقرآن ليس مات معينة إن شاء الله هنتكلم عليها بعد كده بس اللي يبقى فيه العلامات دي نعرفه اللي هو ساحر ما تنسوش بقى بالاشتراك في القناة وشاير وتفعيل زر الجرس ولايك أو إكسي لايك لو ما عجبكش الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته